أولاً ألف مبنوك على الجائزة مرسي الله كلمني شوية عن أوراق الغريب هي مجموعة قصصية مكونة من 13 قصة آخر قصة عبارة عن 3 قصص في بعض فمجموعة 15 قصة تقريباً اتكتبت من سنة 2016 لحد أواخر 2018 تقريباً ايه تاني؟ بتكلم عن ايه؟ مين أبطالها؟ هي مجموعة قصصية مختلفة كل قصة مختلفة تماماً عن اللي بعدها يمكن فيه رابط صغيرة جداً ما بين القصص بس أبطال مختلفين أبطال مختلفين القصص مرتبطة بأي حاجة ببعض ولا كلها ملهاش علاقة ببعض يعني هل هي وغدة مثلاً خط اجتماعي وغدة خط تاريخي وغدة خط ثقافي يعني القصص بتكلم عن ايه؟ هي ملهاش علاقة ببعض ملهاش علاقة ببعض خالص كائن لوحده تماماً بالضبط فيه يعني رابط بسيط ضعيف ما بين القصص وهي الفلسفة شوية بتاعت الغربة إن كل أبطال القصص تقريباً بشكل ما أو بآخر بيعانوا من غربة الأفكار أو غربة اللون ساعات إن هما في ثقافات مختلفة أو أفكارهم مختلفة أو بيكونوا موجودين في مكان محتاجين إن هما يهربوا منه شوية آه أوكي مش مرتاحين أو بيحسوا بالغربة في المكان اللي هما موجودين فيه آي المكان إيه سبب الغربة ده بقى؟ بالزبط أوكي حدثت كتبت المجموعة القصص هي في قد إيه وأخدت منك وقت تحضير قد إيه؟ آه حوالي ثلاث سنين ثلاث سنين من 2016 لحد آخر 2018 أوكي آه هي كل قصة كانت بتكتب في وقتها آه يعني ما عادتش أكتب المجموعة القصية على بعض يعني أنا بدأت كتابة من 2012 تقريباً من 2016 بدأت مشروع من أوراق الغريب كتبت أول قصة بعد كده بعدها بشوية بيجي في دماغي الفكرة التانية بتاعت الكصة اللي بعدها آه فببدأ أكتبها وأعرضها على ناس القرابين مني أخد قراءة أعرف إذا كانت تصلح أنها تتحط في المجموعة ولا لأ وهكذا آه فكانت كل قصة بتتكتب في وقتها ما لهاش علاقة باللي أبليها ولا باللي بعديها بالضبط حدثتك خلصت أوراق الغريب من سنتين فعلاً وبعدين قررت أنك ما تنشرهوش؟ آه خلصت من أكتر من سنتين أوراق الغريب خلص من حوالي أربع سنين آه آه وليه أخرت نشرها بالطريقة دي أو يعني الفترة دي؟ آه أنا ما أخرتش نشرها بقدر أن أنا ممشتش شوية في موضوع النشر آه ما دورتش كتير يعني أنا قدمت المجموعة في الهيئة في 2019 تقريباً آه بعد كده ما جاليش خبر أن هي أجيزة للنشرة أو لأ فسبت الموضوع تماماً آه وبدأ يثورني بعض الشكوك أصلاً في موضوع الكتابة وهل أكمل ولا لأ أو هل أنا ترددت في وقت من الأوقات بالزبط يعني هل أنا بكتبه دي استحق النشر ولا لأ 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 أنا قدمته في الهيئة العامة وما أتنشرش فمعني كده ما مش كويس فده ما شجعنيش أن أنا أروح أدور على دار نشر تانية عشان أن أنشر معها المجموعة آه فركنتها على جمه أبجلت المشروع شوية أكملت حياتي حياتي جميل دي أول مرة تشارك في معرض الكتابة أستاذ محمود؟ آه ده أول عمل يتنشر أصلاً في المطلق أول عمل ليك جميل جداً أقرب قصة بقى في كل القصص دي ليك وهل في منهم قصص حقيقية؟ لا فيه قصة بخلفية تاريخية حقيقية آه بس أحداث القصة نفسها لأ أوكي يعني فيه قصة بتدور أحداثها في الكنغو شوية من أول القرن 19 آه مبنية على خلفية تاريخية حقيقية كانت أحداث بتحصل في الوقت ده أوكي التفاصيل بتاعت القصة؟ بالذات طيب أقرب قصة فيهم لحضرتك أو لقلبك؟ آه فيه قصة اسمها تسعة تسعة؟ آه تتكلم عن إيه؟ دي بتتكلم عن أب بيجمع عياله وبيقدر أنه هو يحبس الخوف آه بيحبس الخوف في قوضة وبيطلب منهم أن كل واحد يدخل يواجه الخوف بتاعه بنفسه ويطلع بعد ما يكون خلاص عارف أن الخوف انهزم وتحبس عشان يقدر يكمل حياته بشكل أفضل معادة الأخ الأصغر خالص اللي هو روي القصة أصلاً اللي بيكون خايف جداً لدرجة أنه أول ما يدخل القوضة بيغمض عنيه وما بيرضاش يبص أصلاً على اللي بيحصل كل حد من اللي شاف الخوف الحياة بتاخده بشكل سيء شوية وحياته بتبوص تماماً معادة الأخ اللي هو قرر إنه هو ما يشوفش دي أقرب قصة ليه عشان بحبها بشكل شخصي كبير يعني وكنت مبسوط وأنا بكتبها أصلاً فيها رؤية فلسفية يعني مهمة جداً والوحيد اللي ما شافش الخوف هو اللي قدر يكمل حياته بشكل طبيعي اللي مواجهش الخوف اللي مواجهش الخوف هل أصلاً أنا شايف أن الخوف بشكل ما دافع للنجاح الخوف من الفشل دافع للنجاح الخوف من الموت دافع للحياة وأنك أنت تعيش أحسن بس فهو الخوف أساسي جداً يعني حاجة أساسية في تركيبة الشخص أيوه أيوه طيب كلمني شوية عن مشاريعك القادمة بعدما حققت النجاح ده بمجموعتك الكريتسية وحصلت على جايزة كمان من معرض القاهرة الدولي للكتاب كلمني شوية عن اللي جاي بتفكر في إيه ودي أول مرة تشارك كمان في المعرض مظبوط فاللي جاي أكيد أصعب واللي جاي أكيد هتكون عايز تعمل فيه حاجة مختلفة بتفكر في إيه في اللي جاي هو اللي جاي طبعاً أصعب بكتير لأن أنت أول مشاركة خدت جايزة زي دي فأنت مطالب أن أنت دايماً الحاجة بتاعتك تبقى كويسة جداً تقدم أحسن بالظبط طبعاً شوف يعني هو خدت جايزة تاني يوم قدم عمل مش كويس طبعاً زايد أن هول جايزة نفسها جات في وقت حارق جداً بالنسبة لي أنا كنت قربت أبطل كتابة بسبب أن أنا كنت يقاست شوية من الموضوع وخلاص الشك بقى يحاصرني من كل ناحية فكان بقى لي كتير جداً ما كتابتش حاجة جديدة جات موضوع النشر الهيئة أنا عرفت اليوم في شهر تسعة أنه خلاص المجموعة دخلت طول النشر وهتنزل في معرض الكتاب اللي جاي اللي هو العدد وددك أمل أو ددك حافظ أن تكمل بالضبط بدأ يرجع لي تاني طب ما تكمل تاني والمجموعة خدت قراءة كويسة جداً من الناس اللي قررتها من الهيئة وجالي عليها التعليقات كويسة الحمد لله جاء موضوع أن هي فازت بجايزة المعرض الكتاب وقعدت مع رجلة التحكيم وسمعت منهم قراءة إيجابية جداً عن المجموعة فحسيت لا طب ما أنت كويس يعني أنت محتاجك تكمل طبعاً لازم تكمل فده الدني دفع كبير جداً الحمد لله أنا أبدأ في المجموعة القصصية التانية يعني كان حد سألني أنت هتكتب رؤية أنا مش أحب أكتب رؤية أنت بتحب تكتب مجموعات قصصية أو قصة بالضبط أنا أحب كأن القصة نفس القصة القصيرة بالتكثيف بتاعها بالتركيز على الحدث أو البطل بشكل مكسف ده بالنسبة لي أفضل حاجة أدبية أنا أحب أكتبها يا فهد